سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة حلقتنا النهاردة حلقة هامة وحلقة مسجلة ايضا وبيسعدني ان احنا دائما حتى في الحلقات المسجلة نتلقى اتصالاتكم وتلباط الصلاة على كل صفحات قناة الحياة وصفحة المرأة المسلمة ايضا على الفيسبوك حلقة النهاردة بقى بعنوان فتاوى للاغبياء فقط ايه موضوع الفتوى بقى في الاسلام ايه حكاية الفتاوي اللي احنا يعني في كل ركن كشك فتوى مفتي قاعد يفتي في تليفونات في ويب سايت معمولة في فيسبوك فتوى فتوى في كل حد خليني يقول لكم الاول يعني انا كمسلمة سابقة ما كانش امر الفتوى ده في ذهني ولا ذهن عيلتي ابدا يعني عمري ما سمعت جدتي بتقول مثلا خلينا نروح ناخد فتوى من الشيخ ممكن الشيخ اللي بيجي يقرأ قرآن في البيت كل جمعة ده ممكن نسأله سؤال في الدين ممكن نروح نسأل سؤال في الدين في مفهوم الدين في القرآن في قصة عن الرسول حاجة زي كده يعني مثلا لكن ما عمرناش كنا عايزين ندور على فتوى يعني انا فاكرة جدتي كانت تعود تتفرج على البرامج الدينية ما افتكرش انه كان في برامج فيها فتوى كان فيه الشيخ الشعراوي مثلا يعد يهز راسه ويفتي من غير ما تبقى فتوى لكن هو بيفتي في القرآن يعني لكن ما هياش فتوى رقم كذا في الامر الفلاني يعني هل كلامه يعتبر فتوى شرعية اه يعتبر دلوقتي فهمنا كده انا بتكلم على مفهوم زمان الناس اللي في سني واللي اكبر مني في الوقت ده ما كانش فيه الكلام ده نسمع على موضوع اروح للشيخ اشوف مراتي انا طلقتها ثلاث مرات تبقى طلق ولا لأ قلتها وانا متنرفز يبقى قاوى ولا لأ دي كانت الحاجات اللي بنشوفها في الافلام والشيخ يقول له الحل الديني لكن ما كانتش مسألة الفتوى دي كبيرة بالمنظر اللي احنا شايفينه النهاردة على اقل في حياة معظم الناس معظم الناس على الاقل كانت حياتنا عادية بنتعلم الدين عادي ويعني بنتصرف امورنا اليومية عادي زي بقية الناس بنفكر بنختار بنشغل عقلنا بنستهق بنروح للدكاترة يعني بنتعلم في المدارس والجماعات يعني بنستخدم عقلنا ونوظف حياتنا بالطريقة الانسانية الصحيحة ايامنا كانت مختلفة بصراحة يعني هل كان فيه فتاوي زي ما قلت في الوقت ده اه كان فيه بس مش بالاتساعدة بس كان فيه فتاوي ليه لانه الفتوى ما كانتش منفصل عمرها ابدا عن الاسلام لانه رأي الشيخ او رأي رجل الدين هو اللي بيقود الامة لان الفتوى فرد من فروض الاسلام بس البلد انا بتكلم على بلد عايشة يعني الناس فيها عايشين حياة عادية لكن في السعودية مثلا كان فيه فتاوي اه طبعا فيه فتاوي في السعودية لكن احنا لم نكن نعي ده ولا بنشوفه كشيء يومي في الحياة دلوقتي الامر اختلف خطورة خطيرة اختلاف خطير جدا الاختلاف ده انه دلوقتي الناس ما بتعرفش تتحرك من غير ما تسأل المفتي فاكرين كنت بقولكو احنا عايزين مفتي لكل مواطن كل واحد عايز ماشي وراء شيخ يفتيله ودلوقتي بنشوف ان ده ممكن ممكن يعني اتساع وجود الفتوى زي ما هنشوف النهاردة خلى الناس ما تفكرش الفتوى فرد من فروض الاسلام بيقول كده العلماء ان الاصل في الافتاء انه فرد كفاية جبتوا الكلام ده منين فبيقولك من سورة التوبة 132 فبيقول كده فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم يحذرون يعني اذا الناس رايحين لرجال الدين عايزين يسألوا ويفكروا في حاجة رجل الدين يفتي في ذلك او يرشد الناس معنى الفتوى ايه؟ المعنى اللي انا فهمته يعني من بعض التوضيحات لمعنى الفتوى بيقول كده انه الفتوى هي الاخبار عن دليل حكم الله لمن يسأل عنه لمين بقى انت بتسأل مين؟ انت بتسأل الشيوخ بتسأل رجال الدين بتسأل اصحاب العمم الشهيرة فتروح للأظهر تروح لشيخ الجامع بتاعك تروح للي بيدي دروس الدين ينو دول الناس اللي نلجأ ليهم او انتوا كمسلمين بتلجأوا ليهم في الفتوى لان عندهم الاجابة على كل الاسئلة المفروض كده لان كل الاسئلة لازم تصدر من الدين ايه المجالات اللي ينفع يكون فيها فتوى؟ انا سألت بعض الاسئلة كده يعني هل في مجالات محدودة للفتوى؟ يعني مثلا اقول انا الفتوى في مجالات الاسرة الفتوى في العمادات مثلا الفتوى في مثلا التجارة مثلا ازاي اتاجر التجارة مش حرام مثلا اروح للشيخ اقول له طب التجارة في الستروكس ينفع ولا ما ينفعش يقول لي لا ما ينفعش مثلا يعني او يقول لي حلال عليكي مثلا ما ممكن هو ممكن يدي لك فتوى توبيحدة عشان دي على فكرة من كانت من اهم الحاجات اللي الناس بتسأل عليها استخدام الستروكس انا معرفوش يعني ايه الستروكس ده ولا عرف شكله لكن واضح ان هو مخدرات بتاقيق لي هو مخدرات المهم شكرا للتأكيد اوكي فايه مجالات الفتوى بقى دي الناس تفتي في ايه اسمع بقى بيقولك تفتي في ايه الكلام ده انا جبته من مصدر لمؤتمر اتعامل لبحث مفهوم الفتوى ومعنى الفتوى واستخدامات الفتوى في الدول الاسلامية فبيقولك كده شيوه بيقوله كده انه الفتوى تكون في كل المجالات كل المجالات اسمع كويس ما بين العبد وربه العبد ونفسه العبد وغيره العبد والدولة الفتوى تكون في علاقات الدول ببعضها او علاقات دولتك بغيرها في السلم وفي الحرب كل ده الفتوى تمشي فيه الفتوى تكون في العقيدة والمعاملة والدولة والسياسة والعلم والمال والاقتصاد والحكم والقضاء وما غير ذلك في الاخر ده تعرفهم لإيه هي مجالات الفتوى اللي انا قلته ده نقطة مهمة جدا ودي من الكوارث اللي بيعيشها العالم الإسلامي النهاردة أن تكون الفتوى في علاقة الشخص وربه في علاقة الشخص وغيره في العقيدة والمعاملات والدولة والعمل والسياسة والاقتصاد والحكم والقضاء وما غير ذلك هاتهلكوا عشان تشوفوا كيف يسيطر أصحاب العمم على عقول الناس لازم ننتبه لأننا هنا احنا شايفين أن الدين الإسلامي يسيطر على كل شيء وأن المسيطر هم العلماء طبقة فوق الكل هقولها تاني الإسلام كدين وكفكر يسيطر على كل شيء في حياة الإنسان أنت لا شيء داخل الإسلام حياتك بلدك سياستك أقضاءك علمانيتك مش علمانيتك ديمقراطيتك كل وسيح جوه الإسلام والمسيطر الحقيقي هم العلماء الأظهر وما شابه الفقهاء وما شابه كلهم دول الطبقة فوق الطبقة يعني إيه بقى يعني ما ينفعش تقول دول دول فوقك anyway وفوقك anyway ما ينفعش تقول أسنان المشت دي ما فيش حاجة اسمها أسنان المشت فيما يعني فيما يخص العلماء دول مش زيك دول بيقضوك بيفكروا لك بيحركوك وهي دي الكارثة الكبرى والسبب الأساسي للي بنشوفه النهارجا من تدني فكري وأخلاقي واجتماعي أقولها تاني هذه السيطرة الدينية والعمم اللي على رأي الأخت فرحة اللي ما تعرفش تحت العمم إيه وبيدي لك الفتوى دول من الأسباب الأساسية من اللي إحنا شايفينه النهاردة من تدني الفكر والأخلاق وتدني المجتمع بالصورة اللي إحنا شايفينها النهاردة سواء كان المجتمع في مصر على فكرة أو في أينما وجد الإسلام لأنه لأنهم يسيطرون على عقول المسلمين فلا تستطيع إنك من اللغة العربية بقى للعامية تفلفظ ما تقدر الدين ورجال الدين يحكموا فكرك لازم نكون فاهمين إن سيطرة الدين على العقول هدف من أهداف الشيطان إنه يبرمجك على فكرة ما بقولي الدين النظام مش الاتصال الروحي لأن الإسلام يربطك كنظام بقيود تربطك تحت هذا تحت حكم هذا الإله اللي مش ممكن يكون إله وتحت سلطة هذا الإله اللي برضو مش ممكن يكون إله فدي سيطرة على العقول وليس سيطرة الله على القلوب في فرق بين إن الدين يسيطر على العقل الفكرة المضمون اللي بيقدم في دينك يسيطر على عقلك وعلى حياتك وغير إنه الله يسيطر على قلبك وهذا هو الإله الحقيقي العايز يسيطر على أو أو يستقر في قلبك يملك على قلبك وده لا يمكن يكون بالعافية ده لازم يكون في بالإرادة وبالاختيار كما هو مع المسيح في فرق يا أخواتي بين الفتوى الدينية والإرشاد الروحي وفي فرق بين الإرشاد الروحي وكتالوج الغسالة يعني أنا أنا بحس إن إحنا بنتعامل مع البشر من خلال الفتاوي دي أو هما بيتعاملوا مع البشر من خلال الفتاوي دي وكأنه هو عنده كتالوج بيبص في يقولك لا القطع النمرة خمسة لازم تتحط جنب القطع نمرة أربعة فما ينفعش لا نغير دي وترجع تحطها كتالوج غسالة دا بيه مش علاقة عملية هات وخد الهات والخد يجي بعد الروحي اسمها بركات إلهية اسمها فهم ووعي وهنتكلم إزاي الإنسان يتصل الاتصال للروحي الحقيقي فتكون القيادة في حياته لله مش لكتالوج الغسالة ف يعني أمر الفتوى دا شيء مزعج ومرعب وأنا بصلي أنه الحلقة دي تكون بداية لأن الناس تعرف أن الاتصال بالله مش محتاج وسطاق مش محتاج لما يصل الأمر أنه يجي لي واحد جاهل لم يخرج من قريته مرة واحدة في حياته ويكون حكمه مسيطر باسم الدين علي فدي كرسى لأن السيطرة هنا مش لأنه دا شخص جاهل ولا مش جاهل لا هو بيقول اللي زمان كده وبيكرر هل وانا مادام قال هو الدين بيقول ايه وقال الله قال الرسول خلاص ايه اللي بيسيطر عليك هنا الالتزام بما طلب الله منك محبة فيه ولا خوف الخوف من النار والعذاب المحتوم هو ما يسيطر على كل إنسان مرعوب رايح يسأل اعمل يا ست الشيخ انا عملت كده مراتي عملت كذا انا طلقتها كذا انا كنت غضبان كذا تبقى حلال ولا حرام مش كده هكذا يعيش الإنسان اللي عايش تحت سيطرة دين ورجال دين وليس تحت سيطرة الله تحت راية الله تحت مظلة الله لكن كلما قفته كلما فضحت هشاشة هذا الدين وكلما تخدرت العقول وماتت القلوب لازم نقول انه يعني اللي بيتعمل ده بينيم عقلك تستخدم عقلك ليه تسأل انت طب انت بتقول يعمل كده ليه على اي اساس ده يخالف العقل اللي انت بتقول لا ما هو مفيش عقل دوقتي يفتكر مارينة بقى واقول العقل اعمل نقل لأ انا اظهر انهما وحشني يا جماعة فيعني انا عايز اقول انه لما الدين يسيطر بالشكل ده العقل بيتخضر والقلوب بتموت لانها مش متصلة بمصدر الحياة اللي هو الله خلينا نشوف حاجة مهمة اول مرة اعملها كده عايزة ابص معاكم على تطور موضوع الفتاوي عبر السنين الماضي احنا عملنا حلقات كتيرة في بداية برنامج المرأة المسلمة عملنا حلقات على فتاوي الاهاوي والكلام ده وعملنا شيوخ الفن السابع يعني اتكلمنا كتير عن الفتاوي لكن النهاردة انا الاول مرة عايزة اشوف احصائيات اتعاملت على تطور الفتاوي عبر الكام سنة اللي فاتت لانه الحقيقة الموضوع كان ملفت للنظر جدا جدا السنة الاخر السنة اللي فاتت لما لقينا ان اعداد الفتاوي كانت رهيبة لاول مرة بس احنا كنا شايفين التطور يعني احنا شايفين انه في كل شوية تفتح حاجة على الفيسبوك في حد بيفتي لايف تفتح على الانستجرام في حد بيفتي لايف على تيك توك في حد بيعمل برضو بيرد على اسئلة الناس وبيعمل ركن الفاتح تطور لسبب الازهر لما لقى انه تجديد الخطاب الديني بقى نوع من انواع الضغط عليه وبيصحب من تحته السجادة وبيشيل من ايده السيطرة سيطر بطريقة تانية اوسع واكبر وهنشوف فخرهم بالطريقة دي خلينا نشوف الصورة الاولانية هنا بيقولك ايه الافتاء بتقول انه كان في 220 الف فتوى صادرة عام 2019 بمعدل 800 وحاجة فتوى انا بتهيقلي انهم غلطوا في الرقم بتهيقلي انكم هتشوفوا الصورة اللي بعدها حتى ولو مغلطوش في الرقم لما يكون في 220 الف فتوى بمعدل 800 وحاجة في اليوم دي مشكلة كبيرة يعني انتوا قاعدين طول النهار في مصر بس بتاختوا عاملين مكتب للفتاوي بس حد ناس مش حد ده فيه جيوش قاعدة عشان ترد على الفتاوي بالمقدر ده بس ايه يعني ده رقم بالنسبة للسنين اللي قبل كده يعتبر رقم كبير جدا لكن انا هبتدي من 19 خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده بيقول بيقول كده انه الافتاء بيقول اصدروا مليون و300 الف فتوى خلال عام 2020 بزيادة 200 الف عن العام الماضي عشان كده انا بقول انه الرقم ده غلط هما هو غالبا كان مليون ومتين بس ما عرفش انيوين المهم الاحصائية بتاعت 2020 دي احصائية صحيحة لو كان السنة اللي قبلها فعلا 220 الف فتوى دي تبقى يعني النطة غريبة ايه اللي حصل في 2020 لازم في حاجات قسرت على ده لازم في حاجات غيرت المجتمع الى انه يبقى مرعوب بالشكل ده طبعا في احداث الكورونا الجائحة الموجودة لكن هل وجود الجائحة سبب ايه خوف من الموت بنسأل على ايه هنشوف دلوقتي كانوا بيسألوا على ايه خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده الدكتور شوق علام فرحان قوي يقول لك بقى حصاد 2021 ظهر الافتاء بتقول اكتر من مليون و 368 الف فتوى فرحان و اسم حصاد انا مش فهم حصاد بمعنى ايه يعني الفتاوي اللي بتطلق دي يعني ماذا حصدتم من اطلاق مليون و300 وحاجة فتوى يعني بمعدل اكتر من 3000 فتوى و300 8 والحاجة كده في اليوم ايه اللي انت حصدته ما تقول عنه حصاد اللي انت حصدته انك شغلت ناس كتير وانك اثبت سيطرتك على الناس وانك اثبت للناس انهم ما يعرفوش يعملوا حاجة من غيرك وانك ايضا ضللت الناس دي عن الاتصال المباشر بالله انا لا اصدق ابدا انا كمسلمة سابقة لا اصدق ابدا ان الناس اللي بتبحث في الدين الاسلامي دي مفيش عندهم فهم لفداحة ابتعاد هذا الفكر عن الله الا بقى الناس خلاص عقولها اظلامت والشيطان اشترى دمخها خلاص يعني ايه الحصاد اللي انت طلعت بيه ده سؤال ايه الحصاد اللي الناس طلعوا بيه شوفوا انا افتكرت مرة وانا بحضر للبرنامج ده كان فيه حلقة عملناها كانت عن الزواج اعتقد فالشيخ ينقعد بيقول واحد بيقوله من المشاهدين بيقوله يعني طب يا شيخ انا رحت للشيخ انا طلقت مراتي ورحت للشيخ الفلاني فالشيخ الفلاني قال لي لا خلاص الطلاق جائز فراح لشيخ تاني فالشيخ التاني ده قال له لا الطلاق مش جائز انت هتقدر تكمل معه هي امراتك اخد بقى بمين ده استند على حاجة وده استند على حاجة ده اللي مذهب وده اللي مذهب وات افر بقى ده اللي رأي وده اللي رأي اخد من مين فالشيخ قال له بالتحديد كده خد اللي يخدم مصلحتك اكتر اختر اللي انت عايزه فيترا كان في كم من من الفتاوي المليون وحاجة دول كان فيه كام منهم على هذا المنهاج احنا عندنا الدكتور سعد الهلالي لما يطلع ويسأله عمره اديب في حاجة يعني عارفين من افضل الحلقات اللي انا تعرفت فيها يعني على سعد الهلالي كانت حلقات الخمر وكانت فتاوية عن الخمر هو والجندي انهم بيقولوا انه لا الرسول شرب خمرة وانه الخمرة مش حرام وانه في فقهاء اجازوا شرب الخمر بس ايه بقى يقول هلك كده بس يقول لك الفقيه الفلان يقال كذا فهو كده يمكن تقدر تعمل كده بس خلي بالك لو انت قلت كده فلان هيقول لك كده وانت خلي بالك لو فلان قال لك كده علان هيقول لك مش عارف ايه فانت ما تعرفش هو الشيخ سعد الهلال يرأيه وانت ما تعرفش انت هتاخد بأنه فتوى او اي تفسير من اللي تفسر ده شيء مرعب بيقول لك انه الناس اللي بتفتي يجب انه يكون عندهم سعة في الفكر ووسطية في الفكر طب انت يعني الوسط ده تجيبه منين يعني الوسطية دي بتقسها على ايه المفتي بيستخدم ادوات من السلف والقرآن والحديث والكلام ده كل مش كده وفتاوى الفقهاء الاخرين لكن يظل انه رأيه هو الشخصي موجود ويستخدم رأيه هو الشخصي ويؤثر على فتوى فانت هتعرف منين واتجاه يؤثر على فتوى زي ما هنشوف كده الفرق في الفتوى بين الازهر والسلفين والاخوان فرق كبير خلينا نشوف الصورة رقم خمسة المؤشر العالمي للفتوى الحقيقة لأنا عايزة أرجع قبل ما أتكلم على المؤشر العالمي للفتوى خليني عايزة أقرلكم من جريدة أخبار اليوم قبل ما أخذ النقطة دي في جريدة أخبار اليوم عملوا مقال مفصل عن الفتوى في الأعوام الماضية فبيقول كده لم يعد مشهد المواطن البسيط المتجه بجلبابه إلى مسجد الحي لسؤال الإمام عن إحدى العبادات أو حكمها هو المشهد السائد الآن لأخذ الفتوى فمع التغيير السريع لنمط الحياة تغيرت معه نوعية القضايا المستفتح حولها بل وتغيرت أيضا الوسائل الأمر كان بسيط الراجل يروح أبو جلبية ده المش متعلم يروح للشيخ عشان الشيخ يفتيله أو يحل له مشكلته معظمها كانت حل مشاكل عقلية وحاجات زي كده لكن دلوقتي الأمر اتسع لأنه وسائل الاتصال اتسعت جدا فالطلب على الفتوى زاد جدا فبيقول الأمر ده دفع المؤسسات الدولة الرسمية المنوطة بالرد على استفتئات المصريين إلى مواكبة هذا الأمر فبقوا يعني يحاولوا جاهدين للرد على كل مصري بمختلف فئاته وبكافة الوسائل اللي بيستخدمها إذا كان هاتف أو بريد إلكتروني أو فيسبوك أو تيك توك أو إنستجرام حتى اسمع الرقم ده تصدرت مصر أكثر الدول إصدارا للفتاوي بنسبة 17% خلال النصف الأول لعام 2021 ده وفقا لإحسائيات المؤشر العالمي للفتوى التابع لدر الإفتاء المصرية دي مصيبة دي كارثة إنه الدول ب17% يعني دي مصيبة يعني الناس اللي قاعدين جوه مش ده هذا ليس مؤشر إنكم متدينين ده مؤشر لضياع الاتصال والفهم للعلاقة بالله لإنك ما عندكش في الدين الإسلامي الشيء ده اللي يقودك لإنك تبقى عندك علاقة مباشرة بالله وتستخدم فيها عقلك وللأسف إنه المفتي ده هو نفسه أعمى فبتبقى أعمى يقود أعمى زي ما بيقول الكتاب ده مؤشر خطير ليه الناس ما بتفكرش وبتستخدم عقلها والأخطر من ده بقى هم بيردوا على الناس الزيادة دي 17% دي بيردوا على إيه حنشوف فالتحقيق ده بقى بيورينا الناس بتسأل عن إيه فكان في بيقولوا في عامين فقط كانوا كافلين بتغيير خط خريطة فتاوي المصريين فمنذ أن فرضت جائحة كورونا أهميتها على الساحة تغيرت معها كافة معالم الحياة فبيقول كده في عام 2019 قبل كوفيد ما يحصل كانت أغلب الفتاوى بتنحصر فيه قضايا الطفل المرأة الطب وغيرها من القضايا الاجتماعية كانت مصر تصدر دول العالم في فتاوى الطلاق على مدار العام بنسبة 28% ليه عشان الناس عمالة كل شوية تطلق وتجري تروح للشيخ تقول أردها إزاي يا شيخ أعمل إيه يا شيخ مش كده الطلاق بقى زي المية وأكدت دار الإفتاء المصرية حينها أنها تستقبل أكتر من أربع تلاف فتوى شهريا حول تلك الظاهرة كما انتشرت في العام في ذلك العام الفتاوي المرتبطة بالعنف الأسر وكانت أسئلة المستهفتيين ده في 2019 كيفية التعامل مع تلك الظاهرة بنسبة 23% يعني الستة تقول طب لما الراجل يضربني أعمل إيه أمشي ولا لأ طب لما يكسر لي ضلع أعمل إيه أعود ولا أمشي أشتكي لأمي ولا ماشتكيش ينو مش كده العنف ضد المرأة بيليها بقى الختان وتشويه الأعضاء الأنثوية بنسبة 20% وفتاوى الحرمان من الميراث بنسبة 17% وكلها قضايا متصلة بالمرأة وحياة المرأة لأنه الميراث برضو معظمنا في مصر نعرف أنه البنت هي اللي بتتحرم من الميراث أخوها وأخواتها ياخدوا الميراث وهي ما تاخدش حاجة مش كده فتلجأ للأزهر عشان تاخد حاجتها مش للمحكمة للأزهر وما بقى مع بلوغ عام 2020 فرضت جائحة كورونا تغيير كبير في نوعية الفتاوي ففي الوقت ده بقى الناس ابتدت يعني تسأل أسئلة مختلفة فالناس عايزة تعرف رأي الدين في الجائحة هيعملوا إيه والتنظيمات بقى بيقول كانت التنظيمات الإرهابية بتعزز مكاسبها من خلال استغلال الجائحة بالترويج لأفكارها واستقطاب أتبعها زي اللي طلع يقولك بقى إيه إنه النبي تنبأ على جائحة كورونا دي وإنه يعني هو كان من المعجزات النبوية إنه تتكلم عن كورونا كمان كان فيه ظاهرة الارتفاع فتاوى ظاهرة الحاد لسبعة في المية وتغيرت فيه فتاوى العبادات بنسبة 28% كما كان للجائحة ومرتبط بها من خطاب إفتائي تأثير في لجوء البعض إلى الاستفادة من التراث الفقهي يعني الناس كانت عايزة بدل ما تروح للدكاترة وتروح المستشفيات وتاخد التطعيمات كانوا عملين يسألوا الشيوخ هو الدين بيقول إيه ناخد التطعيم ولا ما ناخدوش ده حرام ولا لأ حلال ولا لأ ندفن الميت ازاي هو الميتين بتوع الكورونا دول يتكفنوا زي الناس العادية ولا لأ أسئلة عجيبة أسئلة عجيبة وهذا يحدث عندما يخضر العقل ويرتعب الإنسان جائحة بتحط الناس أمام الموت فلإنك محطوط قدام الموت فبتبقى عايز بقى يعني تحسس وانت ماشي مش عايزة تدوس لهذا الإله على طرف يعني لكن الواقع أن الإله الحقيقي الحقيقة أن الله الحقيقي يعينك يهديك يرشدك يقودك يعددك ولأن هذا هو الله يرعب البشر بالطريقة دي 2021 القضايا اللي كانت موجودة رأسها الأحكام الشرعية المرتبطة بتلقي لقاح كورونا وتأثيره على العبادات مش فعلا لقاح كورونا يأثر على العبادات ازاي يعني مش عارف يعني هتقرى الفتحة بالمقلوب مش فاهمة إيه ليه لازم أروح للشيخ وأقوله إذا خدت الحقنة ده هيخليني يعرف أصلي ولا ما صليش ولا هصوم ولا ما صوم يعني طبعا إيه مسألة الصيام كانت الأبرز إنه أخذ أخذ الباكسين وأنا صايم ولا لأ هفطر ولا لأ تفهت وكأن الباكسين ده هشبعت مثلا لو خدت لأننا لا نستخدم العقل يا في شهر إبليل الماضي كانت النسبة 24% من الأسئلة كلها بتيجي على كورونا ومن جملة الفتاوي المرصودة كلها وذلك تزامنا مع الحملات العالمية لتلقي اللقاح وفتاوى شهر رمضان المبارك المرتبطة بالوباء وغيرها من الوباء للبرفان وتعطر ولا ما تعطرش أكل ولا ما أكلش لو نقطة مية من المطرة دخلت في بقي هفطر ولا ما أفطرش حاجات غريبة لا مش هقول دي ده نهيك عن الفتاوى الأبيحة يعني مش هقول الفتاوى الأبيحة النهار وخلال الشهور اللي فاتت بقى برزت الفتاوى المرتبطة بالقضايا التكنولوجية يعني إيه بقى الأسئلة اللي كانوا بيسألوها الناس في الفتوى عن القضايا التكنولوجية إيه بقى بيسألو عن الألعاب الإلكترونية بيسألو عن الإيموجي تستخدموا الصور الإيموجي دي اللي بتتحط في الرسائل ولا لأ ده حلال ولا حرام نستخدم اسمها إيه الأبس اللي بتتحط التطبيقات اللي بتتحط على التليفونات إيه اللي حرام وإيه اللي حلال يعني ينفع أحط ميسنجر ولا ميسنجر ده فيه ريكسون من الشيطان ما ينفعش هل سيجنال هيفتح لي طريق مع الله ولا هيفتح لي طريق مع الشيطان يعني حاجات غريبة تسأل الشيخ ليه أنت بتحط تطبيق إيه على تليفونك أنت ما عندكش مخ وضمير وعقل وتمييز تقول أنا حامل اللي يليق ومش هستخدم اللي لا يليق الألعاب الإلكترونية عشان فيها ناس وكرتون وبتتحرك عايزينهم مثلا يقطعوا الكروسهم فما يبقوش ناس فتقدروا تلعبوا اللعبة ولا إيه يعني يعني مش مش طبيعي أنه الإنسان يسأل في كل شيء بالشكل ده وما يكونش عنده تمييز أنا أقولك حاجة لو أنت شخص متشدد وعايز يعني تمشي على الصراط المستقيم ما تعملش أي حاجة تغضب ربنا هل لازم تروح للشيخ ولا تقدر تبقى عارف تعليمات دينك كده وعارف أنك تحت يد إيه ده إله قاسي ومتشدد وهتعرف تمشي على الصراط المستقيم لو أنت فعلا خايف منه إنما أنت بتروح علشان تعايز رخصة أنت بتروح علشان أنت عايز تحليل للي أنت عملته لمن يجد لك طريق لتستمر في الخطأ أو حد ياخد لك قرار أنت وإنت ش قدر تاخد بس هتقدر تعمله ولا مش تقدر تعمله أوكي آه يعني مثل من الحاجات المهمة اللي كانت الناس بتسأل عنها بقى مش في مصر بس في العالم كله بقى في العالم الإسلامي كله هل ارتداء الكمامة حرام ولا حلال صح ولا غلط يغني عن الحجاء عن النقاب ولا لأ فشيخ قال لك آه يغني وشيخ قال لك لا ما يغنيش خلي الكمامة على وشك وفوقها النقاب ويا ريت كمان تحطي فوقها بطانية عشان يكتم نفسك خالص أشياء عجيبة المهم كل الحاجات دي يعني مرتبطة كانت بزمن الكورونا آه لا في واحدة بقى يعني كانت مهمة تعرفوا ان في الكثير من الفتاوى اللي يطلق فيها الشيوخ انه الصلاة على النبي كان مرة علشان ترفع الوباء والشفاء من الأمراض في وقت الكورونا قعد بقى صلي عن النبي صلي عن النبي صلي عن النبي كده وكل ما تصلي عن النبي كل ما يزداد ميزان حسناتك وربنا يرفع عنك الوباء والبلاء أصحاب العقول فراحة المهم ازاي بقى الأزهر قرر ان هما يعملوا يوسعوا مجال الفتوى علشان يوروا لك ازاي بقى يعني هما حضرين عشان يشغلوا أكبر كم من الألفات اللي بتخرج من المدارس الأزهرية دي وهمش فهم حاجة مش كده يلا قعد افتي افتي يا مفتي محدش يعني بيعد وراه مش كده فقالوا ان هما وسعوا الطرق للاتصال بالناس بطرق كثيرة لتكون قريبة من جميع الأعمار وكل الطرق فمثلا فيه رقم تليفون تتصل بي تسيب تسأل السؤال وبعد ترجع تتصل تاني فيرد عليك تاني وهكذا وده سهل قوي ودي وصفة سهلة اسمه 107 100 اللي عايز فاتهو يفضل يتصل اديني ادتلك الرقم في على الفيسبوك تبعت كده بتشوفوا الراجل قاعد هو بيبص على الايباد تبعت لهم على الفيسبوك والشيخ يرد عليك حالا بالا وكلها بقى حاجات يعني تعل تسم البدن يعني مثلا اللي يقولك انا انا امسح على الجورب هل ده ينفع ولا ما ينفعش فيقوله لا يجوز فقاله طب لو كانوا جوربين قالوا لا لا يجوز لانه ممكن واحد منهم يكون مخروم طب انا انا عايزة اعرف طب لو واحد مخروم والتاني مش مخروم لا يجوز ليه هو كده الدين بيقول ايه هو كده فانت هتعمل ايه لو شربك مخروم مفيش صلاة اقلع بقى يا شاطر واغسر رجلك ماشي ففي بقى الموقع الالكتروني لدر الافتاء وفي الفتوى الشفوية لما المواطن يروح وفي بقى فتوى عن طريق البريد وفي 19 اغسطس الماضي اطلقت در الافتاء حسابا لازم اقرهو لكم كده عشان انا اتبسطت به حسابا على تيك توك مؤكدة ان ذلك من اجل نشر الوعي والمفاهيم الدينية الصحيحة عن طريق التواصل الفعال والفيديوهات دي بيتم نشرها في الميراث والقضايا المتعلقة بالمرأة والمعاملات المالية والتحرش وده اللي بيعملها بقى الدكتور شوقي علام والدكتور احمد ممدوح بدير الناس بتدور على حاجة تشغلها فدول الناس شغلهم واكل عيشهم على حساب العباد على حساب الناس خليني بقى اشوف المؤشر العالمي للفتوى بيقول ايه اللي هو الصورة دي الحقيقة انه ده مهم اوي ان احنا احمش عليه بسرعة كده بيقول كده جاء صدور المؤشر العامي للفتوى حصاد النصف الاول من 2021 نتائج حصاد الاربع سنوات من 18 ل21 عن در الافتاء المصرية ليقدم لصنع القرار والبحثين والمراكز البحثية المتخصصة رصد دقيق لحالة الفتوى في 40 دولة تتضمن القرار كافة وقد صدر في 3 مجلدات ضخمة تحت اشراف مفتي الجمهورية والى اخره فهم عملوا الاستطلاع ده على حساب الفتاوي اللي طبعا بتجيلهم من كل الاربعين دولة دول وكانوا بيشوفوا المتوسط ايه وايه الناس بتسأل عليه والطيارات السياسية الدينية ازاي بتقود الفكر في المجتمع بتأثر على المجتمع ازاي بالفتاوي بتاعتها اللي هي غالبا ما تكون ضد فتاوي الازهر احيانا احيانا الناس بتميل اليها اكتر يعني فبيقول كده انه اهمية الاصدارات دي انه المؤشر كونها تكشف عن حصاد الفتوى على نطاق واسع وتفسح عن اداء اللجان الاكترونية لجماعات الاسلاموية والاستمرارية والتغيير في الخطاب الافتائي للتنظيمات الارهابية وتدرس حالة الفتوى لدى جماعة الاخوان ومؤشرات صعودها وهبطها ف داخل فيه زي ما قلتلكم الناس المتطرفين بيفتوا ازاي وبيقول لك مثلا انه الناس دائما كانت بتميل هديكم الملخص بقى انه الناس كانت بتميل دائما الى الفتوى اللي بتصدر عن التيارات السياسية الدينية اذا كانوا سلفيين او اخوان فمثلا في موضوع زي موضوع التعامل مع المسيحيين فيقولك انه دار الفتوى من المؤسسات الرسمية بلغت 40% فقط الناس بتروح تسأل والفتاوي بتظهر لهم من مؤسسات الدولة 40% فقط في المقابل 60% من الفتاوي طلع من الاتجاه الاخر من الجماعات الاسلامية بحق المسيحيين بلغت 60% بما يعني ان النسبة التي تقدم خطابا يؤجج المشاعر السلبية تجاه الاخر وينشر الفتن هي الاعلى انا هقف عند النقطة دي في الدراسة دي دي مش فيما يخص المسيحيين فقط ده فيما يخص الجهاد المرأة الناس دي معدلات الفتاوي اللي بيصدروها دائما ما ستكون اعلى ودائما ما ستكون مسيطرة اكتر لانها في الواقع اقرب الى الدين الحقيقي المقدم من الاصل خليني اوريكم تعليق على تويتر كده من السيول بتاعة الفتاوي في كل امر تاف بيقول بيقول لك حين مسخرة دار الافتاء وهي كل شوية تنزل تصريحات ازاي المسلم يهني لغير في عيده ازاي لما حد يموت يقول الله يرحمه وما يشمدش فيه وازاي يسلم على الجنبه ويغسل وشه ولما يضحى من النوم كل ده هو المسلم ده يعني كائن اكتشفه على الكوكب مبارح سؤال وجيه سدقني يعني انا عجبني التعليق ده لانه بيقول لك بيد انت انسان متربي متعلم وان لم تكن متربي ومتعلم انت كائن ربنا زرع فيك الاخلاق والفهم والعقل ده في ناس ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا في منتهى الزكاء وفي منتهى النجاح في الحياة اللي بنشوفهم في القرى وحكماء القرية يمكن ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا عنده مخ عنده خبرة عنده حياة خبرة يقدر يقدر يقدمها لللي قدامه لكن احنا لازم نجري ورا من يقول قال الله وقال الرسول بيحصل ده بقى ازاي فده بيحصل في ادفع الامور واكبر الامور زي ما كده عندنا مطبخ الفتوى شوف الصورة اللي بعد كده دار الافتاء بتقول يجوز وضع زرات قليلة من جسط الطيب على الطعام لا يا راجل انا اكتشفت انه ما كانش يجوز قبل كده ولا مين الاستاذ او الست اللي سألت اقدر احط جسط الطيب ولا لا طب ليه القرفة لا طب ليه يعني طب ليه السبع حبات ليه مستيك حبهان يعني ليه طيب ليه علشان علشان جسط الطيب بيني شوي ليه ليه ما استخدمش عقلي ليه ما اخترش لنفسي هو حد قالك ان جسط الطيب حرام ولا لازم تجي لك فتوى ادي واحدة من المليون و300 ومش عارف ايه هذا الحصاد الكبير شوف اللي بعدها انا همشي بسرعة عشان اخذ لك اكتر قد اطرقت لحيتي منذ ستة اشهر ولا اقص الا الشارب ولكن لحيتي صارت كبيرة فهل يجوز تقصيرها ام لا افدوني افادكم الله جزاك الله خير على هذا العمل ولا يجوز لك ان تقصرها ودعها فهي لا تذكرك في الحمل فان اعفاء اللحية انما هو عدم التعرض لها بقص ولا تقليم والله اعلم ما تتعرضش للحيتك تتعرضش لدانك دي لف شارع ولف حارة مش تقيلة يعني ما تقلت عليك يعني سبب حال ايه السبب يا استاذ عشان الرسول قال كده عشان السنة كذا لكن اين حرية هذا الانسان انه يقلل شوية من الدقن اللي مخليه شكله مرعب بيطلع للعيال يتخضوا بالليل ليه طيب يعني ليه طب انا حر مش عايز دقن ليه لا ما ينفعش خد بقى اللي عندك دي اعمق شوي ده سؤال اصعب كتير شوف السورة اللي بعد كده نعمل ايه بقى هل الرموش الصناعية عزل الهدوء ولا لأ دار الافتاء تجيب دار الافتاء تقولك ايه بقى يعني انا على فكرة انا عجبني الرد ده مكنتش عندي وقت كتير للموضوع ده قال كده عبد السميع الاستاذ بقى الشيخ عبد السميع الرموش الصناعية لو كانت او امتداد يوضع على اعلى الرموش ففي هذه الحالة لا يمنع وصول الماء لأطراف الرموش ولا مانع حتى من الرموش التي تم تركيبها اعلى مجرىش حاجة واضاف بقى لو قلنا ان الرمش له اربع حواف يمين ويسار واعلى واسفل فيتم التركيب على الحافة الظاهرة بالجابعة الفوقية وهيقعد بقى ايه ادينا درس الرموش بتتحط فين حتى ده بتفتو فيه يعني يعني اللي تسألك السؤال ده قلها يا حبيبتي يروح يسألي مامتك الكلام ده يعني ايه اتعلمه في البيت الرموش والوضوء ليه لان الست المسلمة خايفة من اله غاضب يتربص لها حتى حتة الجلدة الصغيرة اللي تحت بتاع دي اللي تحت الرمش لو ما ما تغسلتش بالمية هتتلاسوا عبر نار فيها فلا عقل ولا حرية ولا حياة روحية تربطك بالله خالص انتوا عايشين في رعب بص السورة اللي بعد كده ما حكم من صبغ شعر وجهه الى السواد وشعر وشعره اشقر وهو في سن الشباب واحد حر ليه طب ليه حتى الرجالة بيسألوا عن الصبغة اسود ا ولا لا يقولوا لا ليه النبي صبغ احمر بس فانت لازم تسبغ احمر او ما تسبغش وانت صغير عايز تسبغ ليه لان انا حر مش عجبني شكلي كده السبغة ما بتغيرش الخلقة السبغة بتتغسل وتروح بعد شوية بتطول بتتقص لكن لا قص النبي ما عملش كده النبي كان في العصر الحجري احنا في عصر السرعة احنا في العصر الحديث في عصر الحرية والاختيارات ولكن الاختيارات التي لا تؤثر على القلب وتؤثر على الشكل فقط انت مالك لكن القمع يخلي الكل استنبو واحدة نشوف الفيديو اللي بعد كده هل يجوز للانسان ان يتوضأ وهو مكشوف العورة ام لا واذا كان المستحم توضأ وهو عاري الثياب فهل يصلي بهذا الوضوء لاننا سمعنا ان الملائكة تشهد على وضوء المتوضي اثناء وضوءه فلا يجوز ان يكون عريان طب هو الملائكة ما بتبقاش موجودة وهو بيستحم طب الملائكة ما بيبقاش موجودين برضو مش شايفين وهو بيستحم مثلا افرض انه بيستحم في دش بره مش في حمام طب ليه ايه موضوع الملائكة البصصين دول طب الملائكة ما عارفوش يدور وشهم ليه ضيبط الوضوءك العقل يا عالم العقل يا بشر يعني انت عارفين ده طالع من ايه لانه فيش يوخ بتقولك انه اذا الراجل نظر الى عورته الانسان ينظر الى عورته يمكن يحصل يثار لو نظر الى عورته ده يعني العقول دي اللي لا تفكر الا في الشهوة وفي الارتباط بانحطاط الجسد مش ما بترفعش قيمة الانسان فدايما هتفضل عايش لا لاحسن تبص لاحسن الملائكة طب الملائكة شافتك هتعمل مش الملائكة دول اطهار وكل حاجة ليه طي اوكي نعدي الصورة اللي جاية دي خلينا ناخد الفيديو اللي بعدها اسألت ان واحد مسافر وبيتصل بزوجتي عن طريق المرسلة على النت فهو السؤال بقى السؤال لو ان رجلا قضى شهوته مع امرأة بنظره اليها بكلامه معها مش عارف ايه من خلال المراسلة والرؤية عن طريق النت الحقيقة المسألة دي خليتني ان انا اسأل بعض المتخصصين اوكي انا ماهمنيش رد عليك انا هقول لك رد و هقول لك ردود ناس تاني موضوع الفتاوى الجنسية المستمرة دي ما فيش اكتر من الاسئلة الجنسية اللي بتيجي لهؤلاء المفتيين انا ببص ازاي سمت ولا ما سمتش اشوف ولا لا يتعروا ولا ما يتعروش يضغطوا ولا ما يضغطوش كلام مشين ومزعج ومرعب انا مش فهمة راجل وامراته يقرروا انه هما يتكلموا مع بعض في التليفون يعملوا اللي هما عايزين يعملوه في التليفون ازاي ده يكون شأن غير شخصي يعني هو ده شأن شخصي والعقل يقول انه يعني هما اللي يقرروا الشيخ ده بيرفض الامر ده بيرفضوا ليه قالك المتخصصين قالوا انه الست دي هتكون في وضع مشين على الانترنت وانه اي حد يقدر يجيبه من على الانترنت طبعا تخريف اكي والسبب مش الراجل او الفعل او كده لا ده الست وانه ازاي تتعرض الزجل ده فيش يوخ تانين بقى قالك لا ممكن طبعا اي حاجة حلال بين الراجل وامراته مش كده فعندك الرأي ده وعندك الرأي ده وعندك الانسان اللي في النص اللي لا يستطيع انه يفكر انا عايز اخد الصورة رقم 17 اوكي ما حكم اعفاء النقود الورقية وعليها صورة امرأة كاشفة العورة للشراء والبيع او غير ذلك فقال له لا حرج في استعمال هذه النقود لكونها ممتهنة بالاستعمال والعموم البلاوي بقى اللي احنا فيها هو عموم البلوة هنعمل ايه يلا بلاوي بس ايه يعني ما يجراش استخدمها انا عايز اسألكم سؤال الانسان اللي دخل في عقله انه لان الصورة عليها ملكة انجلترا الجنيه الجنيه اللي استرليني عليه ملكة انجلترا يبقى حرام يلمسه طب انت بتفكر في ايه مخك عامل ايه هذا الظلام يجب ان يمحى من عقول الناس ومن قلوب الناس وده حقيقي تفكير شاز خليني اقوريكم التعليق الاخير بقى ده تعليق اعجبني جدا بيقول كده انا لو بشتغل في دار الافتاء وبستقبل المكالمات هيكون ردي على 99% من الناس ايه فيلي السكاتة ايه فيلي السكاتة فأنا كمان بصراحة الواقع عندما يسألنا اشخاص فايه هو هدف هذا الشخص وايه هو هدف الرد يعني ما يجي حد يسألني سؤال على الواتساب ولا على الفيسبوك انا بشوف ايه الهدف الروحي من ورها السؤال ده انت لو بتسألني انا اروح ابلغ على الناس اللي بتعمل حاجة غلط ولا لأ لم تسألنيش انت عارف القانون وعارف الضمير وعارف قلبك الله عايز يقود قلبك استخدم عقلك لانه ربنا ادهولك عشان كده ومش بيهددك بانك لو ما عملتش كده ومشيت كده وما عملتاش بالزبط زي الرسول تبقى 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 روحت فتوكر لأ يا اخواتي الحرف يقتل الكتاب يقول كده انه الحرف يقتل الحرفية في كل شيء تقتل القلب وتقتل ويهديك هو مش وسطه اللي علمه لك هو بيدعوك اليوم انك تضع كل هذا جانبا وانك تنظر اليه وتقول يا رب علمني انت مين علمني كيف تكون القيادة في حياتي ليك انت امين والى اللقاء